نريد أن نذكر فقط أننا نعرض هذه الصور لطائرة الحكومة اليمنية التي وصلت إلى مطار عدن وعقب أصولها مباشرة وفي محيط المطار نجد هذا الشكل من الانفجار الذي وقع في محيط الطائرة عقب هبوطها مباشرة إلى مطار عدن هذه الصور لمطار عدن قبل قليل عقب وصول الحكومة اليمنية قادمة من رياض بعد تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لأتفاق رياض بالتأكيد هناك تساؤلات سيدي تتعلق بمن الطرف الذي قام بطبع هذه المشاهد تشاهدونها الآن هي التي حدثت عقب وصول الطائرة إلى مطار عدن وهي تقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة هذه الصور كانت لمطار عدن منذ قليل الانفجار وفقا لمراسل عربية وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة يعني مجرد أن حطت الطائرة في المطار وفتح باب الطائرة وفقا للصور هكذا هي الصورة بدأ الانفجار وسماع دوي هذا الانفجار بقوة كان بالطبع هناك إجراءات تتعلق بوجود عدد من الأشخاص على سلم الطائرة استعدادا لاستقبال الوزراء ولكن حدث هذا الانفجار الصورة تقول أن الوزراء في داخل الطائرة لم ينزل أحد منهم هذا الانفجار هو في محيط المطار يبدو حتى الصورة الواضحة لدينا هو بعيد عن محط أو هبوط الطائرة نفسها هو وقع في صالة المطار ولكن بالتأكيد